يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخبنا قدامه مواجهة مهمة بص مبدئين كده هنسف لك كل الكلام اللي تقال انا ياسف المواجهة دي مش سهلة خالص تاني المواجهة دي مش سهلة خالص الملعب مش جيد خالص الاجواء اكيد مش تبقى اعظم شيء غنيا بيساو منتخب اسمه مش كبير ولكنه منتخب جيد وبنانا عليه ان شاء الله مجهود كبير بكرة اداء كبير من رجالتنا اكيد منتخبنا احسن من منتخب غنيا بيساو بس مش بالسهل كده لازم نعمل مجهود كبير لازم نشتغل بشكل محترم كابتل حسامي يحط التشكيلة للمناسبة اللي عيبة تلعب باداء كبير ان شاء الله ربنا يكرمنا بفوز رابع على التوالي في التصفيات يخلينا نحط الرجل دي او الرجل دي في امريكا في كاس العالم رتوبة عالية ملعب مش جيد فالظروف المعاكسة دي اللي بنقابلها في ملعب افريقيا هي بس اللي ممكن تبقى صعبة قدامنا منتخب غنيا بيساو على مستوى التشكيلة واللعبين منتخب معقول اه احنا افضل اكيد افضل بس لما يبقى معهم الملعب معهم الاجواب معهم الجماهير ممكن الفروق دي تقرب طيب عشان نبعد شوية كمان نعمل ايه اخلاص بقى شديد وما نضمنش وما نقولش خلاص احنا الدنيا سهلة ودي الجملة اللي بتتكرر وقلقاني بصراحة قلقاني ايه قاودي كابتل حسام خلاص في كاس العالم منتخب مصر خلاص في كاس العالم هو عنده بس اللي اختبار هيبقى في كاس العالم الافريقيا اللي هيبقى قبل كاس العالم استسهال المهمة بالشكل ده يقلقني ليه افكرك افكرك احنا مروحناش كاس العالم قبل كده بسبب نبيبيا مروحناش كاس العالم قبل كده بسبب ليبيريا مروحناش كاس العالم قبل كده بسبب زنبيا احنا العكسات بتاعتنا بتيجي من المنتخبات الصغيرة دي فناخد بالنا احنا قدام الكبير كبار نيجي قدام بقى المنتخبات اللي على قد ايدينا وبنخسر نقاط تخليها ما نروحش كاس العالم فارجوكم كلنا احنا كإعلاميين حضرتك كمشجع كابتن حسام وجاهز والفني اللعيبة نهتم نقلق قلق كويس يعني مش القلق اللي يخوفنا احنا منلعب بس قلق يبقى فيه حرص ان شاء الله ربنا هيكرمنا اه احنا احسن زيزو وامام عشور واتريزيجي ومصطفى محمد طبعا مع صلاح والشناوي وراء وعبد المنعم وربيعة وهاني ومحمد حمدي كل اللعيبة وحمد فتحي ومرارة عطية كلهم بكرة يكسروا الدنيا ويلعبوا باخلاص شديد ربنا هيكرمنا ان شاء الله حتى لو فيه ظروف طبيعية صعبة شكرا